لماذا يخاف العلماء من العواصف الشمسية؟ وماذا يحدث إذا ارتفع معدلات درجة الحرارة على الأرض؟ هل يمكن أن يشهد هذا الكوكب مزيداً من العواصف والانهيارات والكوارث؟ وهل يمكن لهذه العواصف الشمسية أن تعطل التكنولوجيا الرقمية الحديثة؟ وماذا يقول العلماء عن الأعوام القادمة التي ستكون صعبة جداً على البشر؟ وما علاقة هذه الكوارث باقتراب الساعة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الحقيقة عالمنا يشهد تغيرات كارثية لم تحدث في تاريخ البشرية معدل درجات الحرارة ارتفع بحدود درجة ونصف وهذا شيء خطير جداً أدى إلى ذوبان كتل جليدية في المحيط المتجمد الشمالي هذه الكتل الجليدية ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الأرض ضرورية للتوازن النباتي ضرورية للتوازن البيئي ضرورية للحفاظ على حياة الكائنات الحية والشعب المرجانية التي تلعب دوراً مهماً في استمرار حياتنا نحن البشر على هذه الأرض هناك كثير من الكائنات بدأت تنقرض حديثاً وهناك مشاكل كثيرة جداً ستحدث بسبب ذوبان الجليد وارتفاع حرارة الأرض وإذا ما عصفت بعض العواصف الشمسية بأرضنا وأثرت عليها ستكون الأعوام القادمة لا مثيلة لها في تاريخ البشرية طبعاً أنا سأبدأ معكم بآية كريمة أستحضرها الآن تلخص لنا ما يحدث اليوم على الأرض تلخص لنا الكوارث البيئية والفساد البيئي الذي أصلاً الإنسان هو الذي تسبب فيه يعني البشرية عمرها مئات الآلاف من السنين على الأرض لم يحدث أبداً مثل هذا الأمر زيادة نسبة التلوث بشكل كبير جداً بسبب الانبعاثات الكربونية بسبب الحروب التفجيرات النووية حرق كميات هائلة من الفحم الحجري من الوقود من الطاقة وبث هذه الملوثات كاسيد الكربون والرصاص والزئبق والكبريت وغير ذلك جعل الغلاف الجو ملوثاً مما ساعد على أن يحبس الحرارة في داخله الحرارة الآن معدل درجات الحرارة ارتفع عن السنوات الماضية السبب في ذلك هو ما قام به الإنسان من إفساد لهذه البيئة الآية الكريمة تقول وهنا استخدم الله عز وجل صغة الماضي ليعبر عن المستقبل لأن كلام الله عز وجل واقع لا محل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذن أيها الإنسان أنت المسؤول عن هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي يعملوا فعلاً هذا ألم عندما ترتفع درجة الحرارة ونرى العواصف الترابية نرى أعاصير مدمرة نرى حدوث بعض الزلازل نرى حدوث أمطار كارثية غزيرة تحدث يعني إغراق لبعض البلدان أو بعض المناطق كل هذا نوع من العذاب ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون إذن من هنا أخي الحبيب استطيع أن أقول إن ما نراه اليوم هو إنذار من الله ينبغي علينا أن نعود إلى الله عز وجل انظروا في هذا العصر كم كثرة القتل والظلم والغش والكذب والنفاق الإنسان الآن المسلم أبعد في مراحل قبل 1400 سنة إلى الآن اليوم عصر صعب جدا على المسلم كل وسائل الله والبعد عن الله متاحة ثقتنا بالله أصبحت أقل توكلنا على الله أصبح أقل فلابد أن يحدث هذا النوع من العذاب وهو من رحمة الله بنا الله يريدنا أن نعود إليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون هنا أنا أستطيع أن أقول من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب هنا للمشككين أن هناك فسادا سيظهر في البر وفي البحر انتبه معي إلى عبارة البر والبحر التلوث البيئي أدى لإنهيار بعض النظم البيئية في البر وفي البحر هناك كائنات بحرية مهددة الآن بالانقراض وهناك أيضا مشاكل في التوازن البيئي على اليابسة كل هذا بسبب ما قام به الإنسان من تلوث يأتي الآن دور العواصف الشمسية ليزيد المعاناة العاصفة الشمسية أخي الحبيب ألخصها لك بهذه الصورة هذه هي الشمس هنا وهذا لسان لهبي هذا لسان انظر انظر كرتنا إلى كرتنا الأرضية هنا كم هي الصغيرة أمام هذا اللسان اللهبي يعني هذا لسان من اللهب هذا لسان لهبي طبعا يعتبر كبير جدا أضعاف حجم الأرض وانظر إلى الشمس كم هي عظيمة جدا هذا اللسان اللهبي يندفع باتجاه الأرض وطبعا هو لا يصل للأرض من رحمة الله سبحانه وتعالى يمتد لمئات لألافنا الكيلومترات المسافة بيننا وبين الشمس المسافة من هنا إلى هنا 150 مليون كيلومتر طبعا هذه الصورة مكبرة نوعا ما مبالغ فيها المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر هذا اللسان يمتد 300 ألف كيلومتر أو أكثر أو أقل عندما يعني انظر معي إلى هذه الصورة أخي الحبيب أرضنا هنا هذه هي الأرض وهنا الشمس فعندما تبث هذه الشمس الرياح القاتلة هنا يتصدى لها الغلاف الجوي هذه الدائرة هنا هي الغلاف المغناطيسي الذي يحيط بالأرض ويصرف شر الرياح الشمسية القاتلة التي هي عبارة عن جسيمات سريعة جدا تقترب من سرعة الضوء لو تمكنتنا الوصول للأرض يمكن أن تدمر الغلاف الجوي وتدمر الحياة على الأرض ولكن الله عز وجل عندما خلق الأرض وهنا يبرز قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء أرضنا خلقت كما يقول العلماء قبل 4.6 مليار سنة يعني قبل مليارات السنين الله عز وجل عندما خلق الأرض وضع في مركزها في النواة كتلة حديدية هائلة لتمنح هذه الأرض هذا المجال المغناطيسي القوي يعني انظر الله عز وجل قبل أن يخلقك أيها الإنسان بمليارات السنين جهز لك وسائل الحماية انظر كم الله رحيم بنا أنا أحب دائما أن يعني العلم الحديث ليس مجرد معلومات نأخذ منه العبرة ندرك كم هذا الإله العظيم يحبنا أنه عندما خلق الأرض وضع في نواتها هنا أيها الأحبة أنا عندي هنا صورة كلها رسم هذه هذه هي الأرض في مركزها هنا طبعا تم قسمها لقسمين يمين ويسار هنا طبقات وهنا النوات الحديدية في المركز هنا النوات الحديدية تقع هنا في المركز هنا هذه نوات حديدية معنى ذلك أن الله علم أن الإنسان سيكون في خطر من هذه الشمس فخلق له هذا الغلاف أو المجال المغناطيسي القوي جدا ليحفظ بها حياتنا وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها موردون انظر كم الله يحبنا لا ينسى أحدا من فضله طيب الله الآن أعلم بشؤوني من نفسي وأعلم بك من نفسك أيتركك وأنت تقول يا رب يعني عندما هيأ الله لك الحماية هذه لم تكن موجودا أصلا قبل مليارات السنين ولم ينسك الله من فضله أينساك الآن وأنت تقول يا رب نحتاج أخي الحبيب لمزيد من الثقة بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى لذلك أنا سأعود لموضوع العواصف الشمسية المدمرة هذه العواصف انظر معي هنا عندما ترسل الشمس هذا اللسان اللهبي ويسمى عاصفة وبعض العلماء وجدوا أنه يتحول إلى إعصار ما يشبه الإعصار هناك أعاصير شمسية على رغم من المسافة البعيدة 150 كم إلا أن هذه الجسيمات العنيفة قد يصل جزء منها إلى الأرض إلى الغلاف الجوي عند الغلاف الجوي هذا الغلاف يتصدى لها ويحرقها تحترق نتيجة الاحتكاك وتتحول انظر معي تتحول إلى هذه اللوحة الرائعة هل تعلم أخي الحبيب ما هذه اللوحة ما هذه الألوان هل هي لوحة بريشة فنان؟ لا، انظر معي هذه الألوان تتشكل نتيجة انحراف واشتعال هذه الرياح الشمسية والجسيمات هذه هي على حدود الغلاف الجوي فتحدث هذه الإضاءة بألوان الأحمر والأزرق والأخضر والبنفسجي وألوان رائعة جدا يعني الله يحول لك الظاهرة القاتلة يحولها إلى الظاهرة جميلة هذه أيضا تحتاج لنفكر فيها أن الله لم يكتفي بإبعاد الشر عننا بل أعطانا منظرا جميلا وقال لنا أنظروا هذا المنظر الجميل كان من الممكن أن يحرقكم ولكن رحمة الله أوجدت لنا غلافا جويا موجود منذ ملايين السنين هذا الغلاف الجوي ليحفظ الأرض ويحفظك أيها الإنسان من شر هذه الشمس سبحان الله والله أيها الأحباء أنا عندما أفكر بهذا المنطق لا أحمل أي هم في هذه الدنيا أن الله الذي أحاط بكل شيء علما ليس عاجزا أن يحل مشكلتي ليس عاجزا أن يعلم هذه المشكلة سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية ويحلها لي ولكن الله يريد أن يرى صبري يريد أن يعلم قوة صبري وقوة حبي له سبحانه وتعالى نحن لماذا نصبر لله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم يعني لا تهتم بمن يمكر بك أو يحاول أن يؤذيك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله معي ما دمت أتقي أتقي الله ما دمت محسنا اعلم أن الله سيكون معك بهتين الصفتين التقوى والإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا الإحساس نحتاج له اليوم أخي الحبيب الإعلام العالمي والمواقع الإنترنت مواقع التواصل وما يضخ عليها كلها تعطيك إحباط ويأس وبعد عن الله القرآن كل آية فيه تعطيك حياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وإلى الرسول إذا دعاكم ماذا لما يحييكم وكأن الله يريد أن يقول لك كل آية من آيات القرآن وكل حديث نبوي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه حياة لك أيها الإنسان فينبغي أن نعود لله سبحانه وتعالى وبالتالي أنا هنا سأدخل في موضوع آخر موضوع قيام الساعة قيام الساعة أحبتي في الله هو أمر مؤكد والنبي عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا كثيرا في مئات من الأحاديث ربط بين الظهور علامات محددة وبين اقتراب الساعة ومعظم هذه العلامات الصغرى ظهرت ونراها بأعينها مثل كثرة الكذب ربط النبي عليه الصلاة والسلام اقتراب الساعة قال ويكثر الكذب وتكثر الفتن نرى الفتن فعلا اليوم يعني اليوم حتى حتى ما نشاهده اليوم الأكثر مشاهدة مليء بالفتن يعني أدخل على موقع مثل موقع يوتيوب تجد المقاطع الأكثر مشاهدة هي التي فيها فتن أو فضائح أو فلان يفضح فلان أو وهكذا أنا أسميه عصر الفتن النبي تنبأ بكثرة المال فعلا المال اليوم كثير ولكنه للأسف مركز في أيدي قلة قليلة النبي ربط اقتراب الساعة بكثرة أولاد الزنا واليوم نرى دولة مثل أمريكا الأكثر تقدما نسبة أولاد الزنا فيها 42% حسب إحصائياتهم هم ف يعني يعني علامات الساعة تقترب والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا وتكثر الزلازل لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل فالعلماء يقولون إن السنوات القادمة صعبة ستكون على البشر ولكن المؤمن لا يخاف المؤمن دائما يفرح برحمة الله المؤمن دائما مبتلى المؤمن دائما يصبر لينال رضا الله سبحانه وتعالى فإذن لا داعي للخوف أخي الحبيب حتى لو ارتفعت درجات الحرارة وزادت العواصف الغبارية زادت العواصف العاصير وزادت هذه الكوارث اعلم أن كل هذا بلاء من الله ستأخذ أجرك عليه يوم القيامة المؤمن حتى الشوكة يشاكها تصور يأخذ عليها أجرا فإذن نحن بانتظارنا سنوات صعبة قد تحدث أمطار مفاجئة لماذا؟ لأنه حدث خلل في التوازن البيئي لأن اختلال درجة الحرارة يؤدي لخلل كامل في المنظومة البيئية على الأرض وبالتالي هنا القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها أي في الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني هناك توازن عجيب موجود على الأرض ولكن هذا التوازن سيختل قبل اقتراب الساعة هناك الكثير من الأشياء العنيفة ستحدث قبل اقتراب الساعة هناك حروب هناك زلازل كثيرة هناك قد يكون مجعات هناك دخان سينزل على الأرض طبعا قد يكون من من أثر ارتفاع درجات الحرارة هذه أن وبسبب أننا محاطون أرضنا محاطة بالكثير من النيازك مليارات النيازك تسبح من حولنا وهي عبارة عن حجارة في أي لحظة يمكن أن تقترب وتصطدم بالأرض وتحول السماء إلى دخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والدعاء الذي سيدعو به الناس وقتها كلهم جميعا سيلجأون إلى الله لأن هذا الدخان خانق نحن عاصفة ترابية لا نتحملها نهرب إلى بيوتنا فكيف بدخان يغشى الناس وأنت في بيتك يغشاك هذا الدخان الناس كلهم بلسان واحد سيقولون ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون والنتجة ستكون أن الله برحمته سيكشف هذا العذاب إنا كاشف العذاب قليلا فسيكشف هذا العذاب ولكن للأسف البشر سيعودون للكفر والإلحاد والطغيان وإنكار الخالق عز وجل فإذا هذه الأحداث التي نراها اليوم هي مقدمة لإقتراب الساعة بالنسبة للملحد تجده دائما يخاف لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر سلم نفسه للظروف المحيطة هي تتحكم به بينما المؤمن قوي جدا الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم هو شرط واحد ما هو إن كنتم مؤمنين فالمؤمن يشعر بعزة في نفسه ويشعر بقوة قوة ليس بسبب أنه يعني يستمدها من فلان أو فلان لا يستمد هذه القوة بإيمانه بالله يستمدها من القوي العزيز عز وجل فما الذي سيحدث ستحدث كوارث المؤمن يتحمل ويصبر انظر الآن إلى مثال يعني غزة ما يحدث فيها قوة التحمل لدى هؤلاء الناس أحداث الجبال تنهار أمامها الناس صابرون محتسبون هذه قوة الإيمان فإذن أخي الحبيب لا تيأس ولا تحزن فقط قوي إيمانك لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يعيننا على الصبر يعني قضاء الله نافد لا بد قضاء الله سيقع ولكن أن يعيننا أن نصبر ونحتسب الأجر عند الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عننا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق